السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي أسرة قناة اتعلم انجلش اونلاين أعزائي طلب الطالبات الصف الأول لإعدادي أهلا بكم مع حلقة جديدة فركن المنهج التعليمية مع بي السابرين وتعلم انجلش اونلاين النهاردة ان شاء الله هناخد part 2 من يونت 2 وآخر جزء في يونت 2 النهاردة وعندنا النهاردة درس جرامور جديد اللي هو possessive S اللي هي اس الملكية امتى نستخدمها والأسماء اللي بتيجي معاها والأسماء اللي ما ينفعش نحطها معاها كمان عندنا سؤال بهاو أوفن امتى نسأل بهاو أوفن وإزاي نجاوب عليها عندنا طريقتين ممكن نجاوب بيهم على سؤال هاو أوفن هناخدهم النهاردة ان شاء الله ده بالنسبة للجرامور أما بقى بالنسبة للريدينج عندنا النهاردة لسنز 4 و 5 و 6 الكلمات بتاعتهم وكمان الريدينج بتاعهم يلا بقى بينا نتوكل على الله ونبدأ بالجرامور عندنا النهاردة possessive S اللي هي اس الملكية طب ايه هي اس الملكية الاس الملكية في الغالب بيتحط قبلها معادة حالات معينة هنقولها دلوقتي والأباستروفي S دي بتتحط بعد اسم الشخص المالك للشيء وبعدها بيجي اسم الشيء المملوك طب تعالوا نشوف كده إمتى نحط اس الملكية إيه الحاجات اللي بينفع نحط معاها وإمتى ما نحطش الأباستروفي S خالص وشكلها بيبقى زي في جملة اس الملكية زي ما احنا شايفين كده بيبقى قبلها أباستروفي ودايما بيتحط الشخص اللي قبلها سواء بقى كان إنسان أو كائن حي بمعنى عام يعني ممكن نحطها قبل دايما الأباستروفي S تحط بعد الكائنات الحية سواء كان إنسان أو حيوان لكن الجماد هنشوف بعد شوية إنه مش بياخدها أصلا فلو أنا عندي كائن حي بواجه عام سواء إنسان أو حيوان بنحط بعدين الأباستروفي S دي وبعد كده بنحط الشيء اللي هو بيملكه يبقى دايما الأباستروفي S دي الشيء اللي بعدها ملك للكائن الحي اللي قبلها يعني لما انا اقول معناها مدرسة الولد اللي جاء بعد الاباستروفي اس اللي هي المدرسة ملكة اللي قبل الاباستروفي اس اللي هو الولد يبقى دايما الاباستروفي اس ايه اللي بعدها ملكة اللي ايه اللي قبلها وده الفرق بينها وبين الاباستروفي اس مثلا اختصار از مثلا او هاز لو اختصار از او هاز مش هيجي بعدها شيء مملوك للي قبلها فبفسرها ازاي ان انا دايما لو جي بعد الابسترفي اس حاجة مملوكة للي قبلها اعرف ان دي اس الملكية على طول فيبقى الاخر مرة بنقول ايه الابسترفي اس او اس الملكية اللي بعدها دايما ملكة للي ايه للي قبلها دي نمبر ون هاي دي اس الملكية طب امت تيجي او ايه الحاجات اللي بينفع احط بعدها ابسترفي اس نمبر ون الكائنات الحية بتيجي دايما بعد الكائن الحي سواء كان انسان او حيوان يعني ما بتجيش مع الجمال بتيجي بس مع الانسان والحيوان يبقى number one بتيجي بعد الاسم المفرد سواء للإنسان أو الحيوان أما الجمع ففي حالتين هنقولهم دلوقتي يبقى إنت حطت apostrophe S بعد أنهي اسم بعد الاسم المفرد للإنسان والحيوان بعد الاسم المفرد للإنسان والحيوان زي إيه زي لو قلت the boys school مدرسة الولد boy هنا ده اسمه مفرد فبالتالي حطت بعديه apostrophe S وبعديه الشيء اللي هو بيملكه فهنا جت بعد الاسم المفرد للإنسان قلت هنا the cat's tail cat's tail هنا ديل القطة فالقطة دي حيوان مفرد فبالتالي حطت بعدها apostrophe S يبقى apostrophe S number one بتيجي بعد الاسم المفرد للكائن الحي سواء كان إنسان أو حيوان ده number one طب number two كمان apostrophe S بتيجي بعد الجمع ولكن الجمع الشيز اللي هو أصلا ما بنحطش آخره S إحنا عارفين إن إحنا عندنا two kinds of plural نوعين من الجمع جمع شيز وجمع عادي الجمع العادي دايما بيبقى نهايته S وده يعني ليه حالة تانية في الابستrophe S هناخده دلوقتي أما الجمع الشيز هو أصلا ما بينتهيش بS فبالتالي بحط له apostrophe S عادي جدا زيه زي أي اسم مفرد مش فيه S في الآخر فهنا children children هنا ده اسم جمع شيز مفردها child طفل children أطفال هي أصلا ما فيهاش S فبالتالي زيها زي المفرد اللي هو أصلا ما فيهوش S بحط لها الابستrophe S عادي جدا فهقول the children's clothes يعني ملابس الأطفال children's clothes وهنا clothes الملابس جاي قبلها إيه؟ جاي قبلها اسم الشخص المالك لها اللي هم الأطفال فهنا إيه؟ بعد الابستrophe S جي إيه؟ جي الملك اللي قبلها اللي هو الأطفال فبالتالي الابستrophe S هي اللي بعدها ملك اللي إيه؟ للي قبلها طيب يبقى في الحالات دي بحط apostrophe S بعد الاسم اللي هي إيه؟ الاسم المفرد سواء كائن حي أو حيوان أو الاسم الجامع الشاز طيب فيه إيه تاني؟ كمان الوظائف بعض الوظائف بحط بعدها الابستrophe S عشان تدي معنى المكان اللي هو بيشتغل فيه صاحب الوظيفة دي يعني إيه؟ يعني كلمة بيكور يعني خباز لو حطتلاها ابستrophe S في الآخر فبقت المخبز أو الفرن نفسه كمان مثلا كلمة بوتشر يعني جزار لو حطتلاها ابستrophe S بقت بوتشرز يعني محل الجزارة وهكذا فبالتالي إن فيه وظائط بحط بعدها بعد الوظيفة نفسها ابستrophe S وبالتالي هنا بقى الابستrophe S بتدي معنى المكان اللي هو بيشتغل فيه صاحب الوظيفة دي طيب دي الحالات اللي بحط فيها الابستrophe S يا جماعة اللي هي إيه؟ ها؟ يلا مع بعض بقى عشان نحفظها مع بعض عشان دي بتيجي في الامتحان ها؟ نمبر وان الاسم المفرد سواء للإنسان أو الحيوان نمبر دو الاسم الجامع الشاز اللي هو مفيش آخره S نمبر ثري الوظيفة اللي أحيانا بنحط له ابستrophe S عشان تدي معنى المكان اللي الشخص بيشتغل فيه صاحب الوظيفة دي أوكي؟ دي الحاجات اللي بتاخد الابستrophe S طب لو الاسم أنت قلت لنا لو الاسم جامع شاز ما فيهوش S بنحط له ابستrophe S طب لو فيه S هنعمل إيه؟ لو فيه S هو أصلا فيه S فمش هينفى حط له ابستrophe S تاني مش هينفى حط له S مرتين فبعمل إيه؟ بحط له الابستrophe بس من غير الاس بحط بعد S الجامع الابستrophe فلما لقي الابستrophe بعد الاس مش قبلها أعرف أن الاسم ده جمع آخره S يعني الفرق هنا بين The boys school اللي هي دي The boys school اللي هي دي The boys school الأولانية فيها ابستrophe S ده معناه إيه؟ معناه أن الاسم ده مفرد مدرسة الولد معناها الاسم اللي قبل الابستrophe S ده مفرد أما هنا لو الابستrophe جات بعد الاس يعني لقيت آخر الاسم S أبستفي مش أبستrophe S لقيت الابستrophe بعد الاس في الحالة دي يبقى الاسم ده جمع يبقى هنا The boys school مدرسة الأولاد وليس مدرسة الولد عرفنا إزاي؟ لأن الابستrophe جات بعد الاس والحالة دي الوحيدة الابستrophe بيتيج بيها بعد الاس اللي هو الجمع اللي آخره PS لو الاسم جمع عادي بنحط له اس في الآخر عادي جدا بنحط الابستrophe بعد الاس فبالتالي بعرف أفرق بينهم لو في أباستروفي S يبقى ده اسم مفرد لو S أباستروفي يبقى ده اسم جمع وده الفرق بينهم طيب دي كده حالات ال S مع الأباستروفي سواء قبلها أو بعدها لو الأباستروفي جاية قبل ال S يعني عندي أباستروفي S بتبقى لو اسم مفرد حيوان أو إنسان لو جمع شاز مفوش S أو وظيفة أما بقى لو ال S جاية قبل الأباستروفي يعني عندي S أباستروفي بعرف إن ده اسم جمع في S فبالتالي الابوسترفي جاي بعد الاس عشان شايفة هحط الاس مرة دين أما بقى الحالة الأخيرة دي أنا مبحطش ابوسترفي اس أصلا ودي في حالة واحدة بس في حالة الجماد الأشياء الجماد لا يملك شيئا فبالتالي لو أنا عايزة أقول رجل الطربيزة مثلا هقول the table leg the table leg رجل الطربيزة هنا محطتش بعد التابو الابوسترفي اس مع إن الرجل دي بتاعة الطربيزة ملكها لكن لا أنا مبحطش ابوسترفي اس لان التابل دي غير عاقل ده شي جماد وجماد ما ياخدش أبوسطر في أس لو قلت مثلا شاشة الكمبيوتر هنا كلمة كمبيوتر دي اسم إيه? اسم شيء والأشياء ما بيحط لها أبوسطر في أس عشان كده قلت كمبيوتر سكرين على طول ما حطيت لها أبوسطر في أس فبالتالي الحالة الوحيدة اللي متاخدش أبوسطر في أس هي الجماد الأشياء أما الكائنات الحية بنحط لها أبوسطر في أس وده كده باختصار درس الأباستروفي S إمت حطها وإمت ما حطهوش يبقى بسرعة كده مع بعض إمت الحالات اللي حطها فيها بحطها مع هايقولوا معي بقى أنتم حفصتوا بحطها مع إيه؟ بحطها مع الاسم المفرد سواء إنسان أو حيوان الجامع الشاز أو الوظيفة أما الاسم الجامع اللي في S بحط الأباستروفي بعد الاس بتبقى S أباستروفي أما الجامع في الحالة دي ما بحطش أصلا أباستروفي S خالص بقول table leg ما بحضش أباسترو في اس أصلا وده كده استخدامات الأباسترو في اس عشان لو جات لي نعرف إمتى نختار كده وإمتى نختار كده طب خلص خلاص درس الأباسترو في اس تعالوا بقى نشوف سؤالين تلاتة كده عليه نشوفوا بيجي إزاي في الامتحان عشان بعد كده ندخل على how often تعالوا بقى نشوف هتيجي في الأسئلة إزاي أنا جتلكوا أول two points في اللوتشوز أو أول نقطتين في اللوتشوز حاجة كده متعلقة بالأباسترو في اس برضو لو أنا هسأل بقى عن الملكية بسأل بإيه؟ لو بسأل عن الملكية بسأل بهوز ودايما بعد هوز يجي اسم الشيء اللي أنا بسأل عن ملكيته يعني أنا بسأل الشنطة دي بتاعت مين؟ يبقى اسم الحاجة اللي بسأل عن ملكيتها الشنطة فهقول هوز باج طب عايزة أسأل العربية بتاعت مين؟ هقول هوز كار الكتاب بتاعت مين؟ هوز بوك وهكذا يبقى دايما بعد هوز هوز معناها ملك من ودايما يجي بعدها اسم الشيء المنبوك والاجابة بقى بتبقى دايما بالملكية فعندي هنا هوز باج الزاس شنطة مين دي فالمفروض الاجابة تبقى فيها ملكية ضمير ملكية مثلا او صفة ملكية او أباسترو في اس فهو هنا ايه اللي اتس دينا ولا ديناز ولا ديناز فيها أباسترو في اس ولا اس أباسترو في الناس اللي فهمت معايا وحفظت دينا ده اسم جمع ولا مفرد دينا ده اسم بنوطة بنت واحدة مفرد طيب المفرد بقى بياخد أباسترو في اس ولا ما بياخدش أصلا ولا بياخد اس أباسترو في ها قلنا اسم الانسان المفرد بياخد ولا ما بياخدش ها قلنا اه الانسان والحيوان الاسم المفرد للكائن الحي سواء انسان او حيوان لازم ياخد أباسترو في اس يبقى دي مش هتنفع دينا الوحدة همش تنفع لان الجماد بس ولا ما بياخدش أباسترو في اس ودينا انسان يبقى هنا هنحط لها أبوستروفي S هتبقى دينة بالأبوستروفي S طب ليه ما حطماش S أبوستروفي عشان S أبوستروفي بتيجي مع الجمع اللي أخره S يدينا مش جمع يبقى برضو هي كمان ما تنفعش تعالوا بقى نشوف نمبر 2 This car belongs on to of أحمد Belong to ده verb معناه يخص وبيعبر برضو عن الملكية زي الأبوستروفي S كده بس دايما الشيء المملوك بيجي قابله يعني الكار العربية belongs to تخص أحمد يبقى قبلها قبل belongs to بيجي هنا الشيء المملوك وبعده بيجي الشخص المالك على عكس الأبوستروفي S فهنا this car belongs الفربي belong بياخد دايما proposition to فدايما after belong we choose to بنختار ايه؟ to لأن هي على بعضها اسمها belong to يخص فلو لقينا belong لازم وإحنا مغمضين عن هنا كده نحط to ودي بتيجي دايما في choose وفي correct دايما يقول لي belong A ويجيب لي حاجة غلط مثلا بعدها في correct فأنا هشيل البروبوزيشن الغلط وحط to أو في choose يقول لي belong to ولا on ولا off ولا اي proposition فأنا طبعا belong دايما تيجي بعدها to أوكي؟ نيجي هنا بقى we will meet at sex هنتقابل الساعة فتة إن ذا ايه؟ car park car park ولا cars park ولا cars park أنهي واحدة ها car ده اسم ايه؟ كائن حي؟ مفرد؟ ولا جماد مفرد؟ شيء ها العربية ذي ايه؟ ده شيء غير عاقل طب الاشياء الغير عاقل بتاخد أباسترفي قصة أصلا؟ لا طبعا ما بتاخدش يبقى على طول هناخد car park لأن الأباسترفي قصة بتيجي مع الكائنات الحية ما بتجيش مع غير العاقل ما بتجيش مع الأشياء فبالتالي مش هناخد هنا أباسترفي اس the girl name is noha هنا بقى correct هنصلح the girl name اسم البنت نوها طيب الاسم ده يخص مين؟ البنت طب البنت دي ايه؟ البنت دي كائن حي مفرد يبقى بالتالي ده اسم إنسان مفرد وإحنا قلنا الحيوان والإنسان المفرد بياخدوا أباسترفي اس يبقى الجر اللي دي غلط المفروض تبقى girls المفروض نكتب girl ونحط بعدها أباسترفي اس تبقى girls طيب اللي بعدها this is Alice phone حاطيني الأباسترفي بعد الاس طيب الأباسترفي إمتى تيجي بعد الاس؟ مع الاسم الجامع اللي آخره اس دايماً الاسم الجامع اللي آخره اس أحط بعده أباسترفي اس طب هو عالي ده اسم جامع؟ لأ طبعاً عالي ده اسمه مفرد يبقى نحط بعده إيه؟ أباسترفي اس الأباسترفي اس تيجي بعد الاسم المفرد يبقى بالتالي الاس أباسترفي غلط الأباسترفي تيجي قبل الاس فهتبقى مكتوبة كده بالشكل ده لأن الأسماء المفردة هي اللي بتاخد بعدها أبوستروفي S هي الجمع الشيس أما الـ S أبوستروفي بتيجي مع الاسم الجمع فقط اللي أخره S بس خلاص هو ده درس كده الأبوستروفي S وأتمنى أن أنا أكون سهلت عليكم وبقى سهل بنسبالك دلوقتي تعالوا بقى ندخل على هاو أوفن ونشوف هنسأل بيها إزاي وإجابتها هتكون إزاي هنيجي بقى الهاو أوفن هاو أوفن بتسأل عن عدد المرات معناها كم عدد المرات وليها طريقتين ممكن نجاوب بيهم هاو أوفن بنستخدمها في زمن المدارع البسيط اللي احنا شرحناه في يونت وان وكملناه في الجزء الأول من يونت تو آآ طيب هاو أوفن مدام بتسأل في زمن المدارع البسيط يبقى لازم بعدها نجيب أو الفعل المساعد اللي بنستخدمه في السؤال في المدارع البسيط وهو دو دز دايما هاو أوفن بيجي بعدها دو أو دز في السؤال وبعد كده بنكمل السؤال يبقى يقولي هاو أوفن دو أو هاو أوفن داز دي نمبر وان وقلنا هاو أوفن معناها ايه كم عدد المرات بتسأل عن عدد المرات كم عدد المرات اللي بتروح فيها النادي بروح مرتين في الأسبوع ثلاث مرات في الأسبوع يبقى كده هي بتسأل عن عدد المرات ففي الحالة دي ممكن اجاوب بقول once a week once يعني مرة أو twice مرتين أو من number three بحط بعدها كلمة time يعني هقول three times ثلاث مرات four times أربع مرات وهكذا طيب في طريقة تانية بقى كمان عندنا في اليونت دي السنة دي برضو ممكن اجاوب بيها على السؤال بتاع how often ما تكونش عدد مرات ودي هي بقى كلمة من كلمات present simple اللي هي always usually never often sometimes ممكن استخدم اي حاجة فيهم في الاجابة بتاعت السؤال بتاع how often بدل ما اقول once or twice or three times بدل ما اذكر عدد مرات محددة لأ ممكن اقول انا عادة بروح انا غالبا بروح انا دائما بروح يبقى هنا برضو دي ممكن نجاوب بيها على سؤال how often وهو ده اللي عندنا السنة دي يبقى how often هي جابهالي قدات استفهال بمعنى كم عدد المرات وجاب لي بعدها do او does واحنا عرفنا طبعا بنحط does معادي والشي والات ودو مع باقي الpronouns او باقي الضموية فهنا how often do you walk to school كم عدد المرات اللي بتمشي فيها للمدرسة الاجابة طبعا هنشيل دايما لما نيجي نجاوب بنشيل اداة الاستفهال وبنشيل الدو والضاز عشان احنا اللي بنحطوهم اصلا وبعدين بنكمل اليوم تنزل ايه اي فهقول اي walk to school انا بمشي للمدرسة once a week مرة في الاسبوع twice a week مرتين في الاسبوع طيب لو انا بقى عايز اجاوب بكلمة من كلمات المدارع البسيط هعمل ايه هحطها في المكان اللي احنا قلنا عليه الكلمات دي تيجي امتى تيجي قبل الفعل وبعد الام والاس والار ها الناس اللي تفرجت معي على بورت وان فهنا هقول اي يوزولي واك تو سكول انا عادة بمشي للمدرسة يبقى هنا قلت يوزولي ويوزولي دي جات اجابة هوقف بدل ما اقول عدد مرات لأ بجيب كلمة من كلمات وبحطها دايما قبل الفعل الاساسي في الجملة فهنا هقول اي يوزولي واك او اي اولويز واك او اي نيفر واك تو سكول قبل ان نجي بمشي للمدرسة هقول اي حاجة فيهم ودي هتبقى اجابتها يبقى كما عدد المرات اجابتها ايه كلمة من كلمات زمن المضارع البسيط اللي هي ازرف التكرار اللي هي او بنذكر عدد مرات و اللي عندنا السنة دي ايه ان احنا نجاول بظرف من ازرف التكرار ما كانوا ايه قبل الفعل الاساسي لبجملة وبعد ام ازار بس خلاص وكده يبقى خلصنا الجرامر اللي عندنا اه في بس ملحوظة اه صغيرة كده انا عندي الفرب ارائيب ارائيب ممكن ياخد حرفينجر ممكن نحط بعديه ان او ات انت هنحط ان بعد ارائيب وانت هنحط ات ها بحط ان بعد ارائيب لو المكان اللي بعدها كبير اسم مدينة اسم بلد لكن لو المكان اللي بعد ارائيب صغير مبنى جوه المدينة او البلد دي بحط ات بقول ارائيب ات يبقى ارائيب ان مكان كبير ارائيب ات مكان صغير هقول اي ارائيب ان ايجيبت هنا ايجيبت بلد مليانة اماكن مليانة شوارع مليانة مباني بلد مكان كبير عشان كده قلت arrive in ان تيجي مع المكان الكبير لكن لو قلت I arrived at school school دي مبنى واحد جوه البلد دي مبنى مجرد مبنى مكان واحد صغير فبالتالي قلت I arrived at يبقى in بيجي بعدها مكان كبير at بيجي بعدها مكان صغير ودي المرحوظة اللي أنا كنت عايزة أقول لكم عليها عشان يبقى فنشنا يونت 2 ودلوقتي بقى تعالوا ندخل على reading والكلمات بتاعت اخر 3 lessons اه ولو لسه مشتركوش في القناة اشتركو في القناة وفعلو الجرس عشان يوصلكو اشعار بكل فيديو ينزل وشيرو الفيديو مع كل اصحابكو عشان الكل يستفيد دلوقتي بقى هناخد reading بتاع 3 lessons البقين في lesson 3 و 4 و 5 هنبدأ بالكلمات بتاعت lessons 4 و 5 او الحاجة الكي vocabulary او الكلمات الاساسية في الدرس هنا بنكلم عن forms of transport يعني اشكال وسائل الموصلود number one عندي او الكلمة عندي cano cano يعني المركب الطويل ده اللي هو الخفيف بنسميه cano عندي كمان snowmobile snowmobile وما سميهش هنا موبايل لا بقول موبيل snowmobile طبعا snowmobile اللي هي عربية التالج هنقلوا بيها في الاماكن اللي هي السلجية اللي فيها جليد بعد كده عندي pass pass يعني autobies car car يعني ثيارة train train يعني قطار cycle cycle يعني يركب الدراجة عندي بقى الadditional vocabulary او المفردات الاضافية lake binioni lake binioni اللي هي بحيرة بنيوني pe pe هنا اللي هي اختصار كلمة physical education physical يعني بدني education يعني تعليم او تربية فهنا التربية البدنية او التعليم البدني اللي هي الالعاب يعني snow snow يعني جليد او تلك language language يعني لغة oganda oganda يعني اوغندا the usa usa اللي هي اختصار الولايات المتحدة الامريكية village village يعني قرية only only يعني فقط again again يعني مرة اخرى travel travel يعني سافر winter winter يعني شتا rain rain يعني تمطر وكمان لو جات as a noun كاسم يبتدي معنا المطر french french اللي هي اللغة الفرنسية meet meet يعني قابل كده خلصنا كلمات lessons four or five تعالوا بقى نشوف reading reading هنا بيكلم عن how do they go to school بيكلم عن بعض الناس في اماكن مختلفة او بلاد مختلفة وازاي الطرق اللي بيروحوا بيها المدرسة بتاعتهم in some countries children live a long way from their school in some countries في بعض البلاد children live الاطفال بيعيشوا او بيسكنوا a long way from their school في مكان بعيد جدا او طريق بعيد جدا عن مدرستهم they don't go to school by car bus or train ما بيروحوش المدرسة بالعربية ولا الاوتوبيس ولا القطار number one every morning children from this village in Egypt cycle to school every morning كل صباح ال children الاطفال من القرية يديه في مصر from this village village يعني قرية in Egypt في مصر cycle cycle يعني بيركابوا العقل to school عشان يوصلوا مدرستهم it's a cheap and healthy way to travel cheap يعني رخيص وhealthy يعني صحي فبيقولوا ان يركوب العقل ده طريقة way طريقة cheap رخيصة وhealthy صحية to travel للسفر they can always arrive on time ودايما بيقدروا يوصلوا في الوقت المناسب أو في الوقت المحدد لهم عندي number two these children live next to lake بنيوني الاطفال دول بيعيشوا جنب الجزيرة بتاعت بنيوني in Uganda في اوغندا their school is on the other side of the lake المدرسة بتاعتهم على other side او الجانب الاخر من البحيرة so they don't walk to school عشان كما بيروحوش المدرسة ماشي they go in a canoe بيروحوا في مركب صغير يعني بيوصلوا مدرستهم عن طريق مركب بتعديهم البحيرة لانهم عايشين في الجانب الثاني من البحيرة والمدرسة في الجانب الاخر الكانو او المركب ده زي الموجود في الصورة كده مركب طويل كده خفيف بياخد الاطفال بياخدهم تسقول للمدرسة عنهم وكمان بياخدهم للبيت مرة تانية every day كل يوم الورد ده عايش في الولايات المتحدة الامريكية بيوجد الكثير من الجليد الاطفال بقى بيروحوا المدرسة بتاعتهم في حاجة كده زي عربة صغيرة او حاجة كده زي الموتسكل الصغير او عربة صغيرة ولكن من تحت زي الصورة كده ما فيهاش عجل هي فيها حاجة كده بيتزلجوا بيها على الجليد او بتساعدهم انهم يتزلجوا بيها على الجليد ويروحوا المدرسة ودي وسيلة المواصلات بيمشوا بيها على الجليد وده كده كان درس الريدنج في لسنز 5 و 4 تعالوا بقى ناخد كلمة لسنز 6 المرحلة الاعدادية يعني مشروع favorite subject اللي هي المادة المفضلة هرجادة هرجادة اللي هي الغرداء daily life daily life الحياة اليومية dinner اللي هي وقبة العشاء نيبقى على درس الريدنج اللي هو في لسن 6 بيكلم عن a day in my life يوم في حياتي اميرا is from Egypt اميرا من مصر how old are you and where are you from عندي كم سنة وانتي منين فهي قالت I'm 12 years old عندي 12 سنة and I'm from هرجادة وانا من هرجادة الغرداء what subjects do you like المواد الدراسية اللي بتحبيها this year I'm in preparatory 1 at school السنة دي انا فيه اول عددي في المدرسة my favorite subjects are المواد الدراسية عندي هي science العلوم computer studies computer and math وريوضة we have science and math in the first lesson everyday اول حصة عندنا بيبقى عندنا علوم وريوضة but we only have computer studies on Wednesday لكن عندنا بس computer يوم الاربع I like music too بحب الميوزك كمان but I'm not very good at it لكن انا مش كويسة فيها what do you usually do after school اللي عادة بتعمليه بعد المدرسة I sometimes read or watch tv احيانا بقرأ او اتفرج على التلفزيون I always do my homework before I have dinner ودايما بعمل واجبي قبل ما تعشى after dinner بعد العشة I usually have a shower عادة باخد shower and read my book in bed وبقرأ كتابي في السرير what time do you wake up and go to bed ايه الوقت اللي بتقومي في الصبح وايه الوقت اللي بتنامي فيه والسؤال ده ختموا بيه درس reading وسبوه لإيجابتكو انتو ان احنا نقول او نتوقع ايه بتقوم امتى ويه بتنام امتى وبكده يبقى خلاص خلصنا يونت 2 انتظرون ان شاء الله في يونت 3